لذا أساساً العنوان الصراط المستقيم أساساً ليس هو الطريق الصراط المستقيم هو الإمام المعصوم وحين نقول اهدنا الصراط المستقيم إننا نطلب الوصول إلى الصراط المستقيم ولكن الطريق الموصل إليه سمي أيضاً بهذه التسمية لأجل هذه الغاية حتى لا يحدث انفكاك فيما بيننا وبين إمامنا حتى في خطوة واحدة من خطوات الطريق لأن المشكلة إما خروج يميناً أو شمالاً وإما توقف الطريق أنا لا أريد أن أتشعب كثيراً في هذه المسألة وفي هذا المطلب لأنني إذا أردت أن أتشعب فسيتشعب الحديث كثيراً كثيراً وأنا أحاول أن أجمع لكم المطالب بقدر ما أتمكن الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو تفسير البرهان الجزء الأول من تفسير البرهان الرواية عن المفضل بن عمر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصراط فقال هو الطريق إلى معرفته عز وجل الطريق إلى معرفته من أين؟ معرفة الله معرفة إمام زماننا معرفة الله لا معنى لها عند أهل البيت إلا هذه المعرفة معرفة إمام زماننا حين نعرف إمام زماننا فإننا نعرف الله أما حين لا نعرف إمام زماننا فإننا لا نعرف الله هذا هو جوهر ثقافة المعرفة عند آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سألت أبا عبد الله عن الصراط فقال هو الطريق إلى معرفته عز وجل وهما صراطان صراط في الدنيا وصراط في الآخرة فأما الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة ومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه عن الصراط في الآخرة فتردى في نار جهنم المعنى الأصل للصراط هو إمام زماننا صراطنا المستقيم الحجة بن الحسن معرفته معرفة الله إذا عرفنا إمام زماننا عرفنا الله وإذا عرفنا الله جزنا على الصراط الممدود على جهنم الطريق الموصل إلى معرفة إمام زماننا هو صراط مستقيم سمي بهذه التسمية حتى لا يكون هناك أي لون من ألوان الإنفكاك وأي نحو من أنحاء المباينة فيما بيننا وبين إمام زماننا فلا نخرج يمينا أو شمالا في تلك المتاهات الكثيرة في هذا العالم ولا نتوقف فنصبح واقفة في الطريق